الآن مشاهدين نتحول إلى وقفاتنا الاقتصادية في التاسعة أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا هبا حسين وشكرا إمام منصور أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان بذلك خلال استقبالي وفدا رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان كما أكد محافظ البنك المركزي استعداد مصر اللقل للتجاربها وخبراتها إلى دولة جنوب السودان وذلك في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة ونظم الدفع والشمول المالي والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهد رئيس الهيئة العامة أو المنطقة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولي جمال الدين الاحتفال بتتشين خط إنتاج غسلات الأطباق لأحد المصانع الصينية داخل المنطقة وذلك في إطار التعاون بين مصر والصين التعاون الاقتصادية في منطقة السخنة المتكاملة والتابعة للهيئة وخلال الاحتفال أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسلات الأطباق الجديد وذلك بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية مشيرا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والذي يسمح بتيسيري وبتسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق العالمية في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بياناتهم أن وردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو الماضي في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقعة انخفضت العقود الأجلة لخام برينت أربعة وثلاثين مئة بالمئة لتسجل ما قيمته خمسة وثمانين وخمسة مئة دولار وبالنسبة كنوب السودان بالنسبة انخفض خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي واحد وثلاثين مئة بالمئة ليسجل ما قيمته واحد وثمانين دولار وتسعة وستين سنة للبرين وانخفضت كذلك أسعار المزودة عالميا بنسبة واحد وتسعة وعشرين مئة بالمئة لتصل إلى اثنين سبعة وتسعين مئة دولار للتر بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة ثمانية وأربعين من مئة بالمئة لتسجل اثنين وأربعة وسبعين مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد مجلس الوزراء السعودي موصلت المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول أوبك في لص الهدفة إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية أوضح مجلس الوزراء السعودي أن هذه الجهود تشمل تمديد الخفض الطوعي والبالغ مليون برميل يوميا الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي حتى شهر سبتمبر القادم ذكرت وكالة مودز لتصنيف الاعتمانية أن القطاع المصرفي الأمريكي لازال قويا رغم تخفيض تصنيف عشرة بنوك أمريكية حذرت مودز من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى وقد تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو مع تقليص الشركات من مشتريتها من السلع الرأس مالية الأجنبية فرضت السلطات التركية رسومة إضافية بنسبة 20% على بعض وردات الذهب في محاولة منها للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري تشمل هذه الواردات الذهب والذي ستخضع للرسوم الإضافية في إطار القرار وذلك المجوهرات الذهبية وأجزائها وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة وبلغ العجز في الدولة التركية 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بزيادة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي اشتركوا في القناة أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية أن العجز التجاري في السلع سجلاً خفاضاً وصل إلى 54 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بتسعة وثمانين مليار يورو في النصف الثاني من العام الماضي 2022 يرجع ذلك في الأساس إلى تراجع أسعار الطاقة سجلت فرنسا عجزاً غير مسوق في عام 22 بقيمة 164 مليار يورو على مدار العام بأكمالي والذي شهد بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وصلنا معكم مشاهدينا كرام إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والعلمات في نشرة التسعة ونحن نعود الاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع إيمان وهبا أشكرك مصطفى